ونبقى في تشابك دوائر الاقتصاد العراقي فقد كشف الخبير الاقتصادي نبيل العلي عن علاقة مباشرة بين تزايد أعداد الأسر العراقية وارتفاع مستوى التضخم وبين تشويه واقع المدن وقال العلي أن أعداد الأسر العراقية تتزايد بشكل سنوي فبعد أن كانت بحدود ثلاثة ملايين وعشرات الألاف عام 2002 أضحت اليوم بحدود ثمانية ملايين أسره وأضف أن هذا التزايد في أعداد الأسر العراقية يحتاج إلى توسعة في عدد الوحدات السكنية وهو ما لم تلتفت الحكومات إليه على الرغم من أهميته فزادت فجوة الطلب التي تم تعويضها من خلال تقسيم العقارات والدور القائمة إلى عقارات أصغر فأصغر حتى شوهت ملامح المدن والأحياء وزادت ضغط على البنى التحتية المتهالكة وارتفعت أسعار العقارات لأضعاف عدة ترجمة نانسي قنقر